متى يخفط الحب؟ او متى يدور الحب؟ الحب الرومانسي احنا كنا بكنا عنواع الحب الحب الرومانسي شغال على الدوبامين ده بيبقى عمره مش طويل قوي وبيقوله حتى انه ممكن يبقى لحظات وممكن يبقى شهور وممكن يبقى سنوات واقصى حاجة لي انه يبقى بعد ثلاث سنين مثلا الحب الرومانسي الرومانسي ده في احسن حالات في حدود ثلاث سنين تاريخ الصلاحية ثلاث سنين طيب هل لما يخلص خلاص الاثنين اللي بيحب بعض دول هيا بيكون في بقى انواع تانية من الحب تشتغل في الحب الصحبة الكمبانيون شب اللي هي العشرة بقى والأولفة والعش والمالك والمواد ده والحاجات دي كلها دي بتشتغل على الاكزيتوسي دي ممكن تبقى عمرها اطول من الحب الرومانسي فيه كمان الحب الجنسي ده مرتبط بهرمونات الجنس اي وده بالحسن الحظ انه قابل للتواهج من وقت التاني اثناء العلاقة الحميمة فبتتفرز هرمونات ومش حقيقيه كلام من ده فده بيخلي الاثنين او الزوجين اللي بتبقى العلاقة بينهم العلاقة الخاصة بتتم بشكل كويس بتخليهم يدمنوا بعض يبقوا مرتبطين ببعض عشان كده تلاقي ممكن بينهم مشاكل وفيه ازمات بس في الاخر بيقوموا رجال الحاجة دي حاجة مشتركة بتعطيهم سعادة مشتركة فبتخلي ايه العلاقة تستمر اشوفي بقى احنا فيه كذا نوع من الحب علشان الدنيا ايه علشان الدنيا تمشي لو قفين على نوع واحد مجرد ما بقى اكسباير كل واحد راح في حاله فهنا حب الصحبة الحب الجنسي الحب الرومانسي وفيه كمان بقى انواع تانية من الحب زي مثلا حب التملك دي بتاعتي اه دي بتاعتي او ده بتاعي اه مفيش بقى بينهم اي انواع من الحب بس ما حدش يقرب له حدش يقرب له بيباني ان حب التملك وكأنه شيء وحش وفعلا فيه حاجات وحشة كتير لانه كل الطرف اللي بيحب حب التملك بيحس ان دي حاجة كده زي اي شيء في الشقة او في حياته بيمتلكه لكن هو من من وجه اخر بيحافظ على استمرار بس حب التملك ده ممكن يقتل على فكرة يعني عارف حضرتك احيانا بيبقى من الحب ما قتل فيه ناس من كتر انهم بيحبوا حب تملك لو شافها وخلاص اتطلقوا بس شافها تتجوز واحد غيره نا يستعمل ممكن يقتلها اه ده صحيح طبعا ده حاجة مراضية سيئة جدا او هي ممكن تخرب له بيته او هي خنقا اه رغم انهم بيتخنقوا كل يوم ومش طيقين بعض وفي بينهم صنع الحداد والنجار واي حد لكن دي جزء من املاكي او ده جزء من املاكي دي بتاعتي انا بتاعتي انا اه بتاعتي انا طب زي ما كنت بس احرك في الاول هل انا مثلا لما يذوي الحب او يخفط الحب او يقل درجة قوته هل في حقنة معينة شرعية مشروعة حقنة هرمونات معينة تتاخد كده تزبط الدنيا يعني تخلي الدنيا ترجع تاني لا لان الحكاية برضو مش هرمونات بس اه الحكاية فيه مراكز في المخ والمراكز دي اه مع تكرار المواقف بتعمل ارشيف اه يعني زوجين مثلا متجاوزين بينهم مشاكل وخناءات كتير كل مرة بتحصل خناءة او بتحصل مشكلة بيتحط في البرنامج حاجة سلبية يوم يحصل حاجة اسمها الارتباط الشرطي ارتباط الشرطي يعني انه ال وجوده مرتبط بالقلم وجوده مرتبط بالقلم بالاهانة بالاهانة بالقهر بالظلم باي حاجة وحشة فهنا الهرمونات اللي هتتفرز عكس خالص الهرمونات بقى الدوبامين والحاجات الحالوة لا بالعكس هرمون الكورتيزول هرمون الأدريناليم بتاع بتاع الخوف اللي هو الأل اللي حاجة فيها ألأ بقى آه كورتيزول ده الألأ الألأ والاكتئاب آه فكل ما هتشوفه على طول المخ يصدر أوامره بإفراز الكورتيزول أو الأدريناليم بتاعصبني مجرد أنه مجرد أنه مجرد خلاص موجود حق بتاعصب بتصدع أو أول ما يدخل الشقة تقولك أنا وهو بيفتح ما يحط المفتاح في الكلون أنا بحس بصدع بحس بمغص بحس بغمامة نفسي وبعدين أول ما يدخل الشقة أحس المشافط الأكسجيني اللي في الشقة عاش فيه هوا في الشقة هنا حصل ارتباط ارتباطات شرطية سلبية اللي هي التراكمات بقى في الحياة زوجية لشيك إحنا بنحذر أي زجين هم ياخدوا بالهم من التراكمات وأنه صاد التراكمات السلبية يحاول وزنها بتراكمات إيجابية يعني مثلا الاثنين بيطلعوا بيتفسحوا بيسفروا مع بعض قدوا أوقات حلوة مع بعض فيه أرشيف ذكريات أرشيف ذكريات والأحداث دي بتتكون في المخ كبرامج البرامج دي بتقول إيه بتقول إنه هذا الشخص لما بيظهر على شاشة وعي ببقى سعيدة ببقى سعيد فهنا الأرشيف والبرامج اللي تكونت بتدي الأوامر هنا بقى شفت مش الهرمونات بقى اللي هتعمل لا فيه حاجة فوق الهرمونات هتدي الأوامر لهرمونات السعادة والطمأنينة والراحة ده الرصيد ترجمة نانسي قنقر